موسيقى منتصف الليل عبر شاشة لبيريكولي الأحرار والبداية بالعنوي حكومة الإنقاذ تكلف وزارتي الدفاع والداخلية بالقبض على هيثم تاجوري وإحالته على نيابته العامة بتهمة اختطاف وزير التخطيط والاعتداء المسلح على مقر رئاسة الوزراء مجلس وشورى ثوار بنغازي يعلن مقتل شخصين تابعين لقوات حفتر في محور الهواري وقوات الكرامة تقصف وسط البلاد ومنطقة الصابر بقضائف الدبابات والهو موسيقى رئيس المجلس العسكري والشفانة يعلن تواصل الاتفاق لإطلاق جميع المحتجزين في منطقتين الزاوية والشفانة ويواكد أن عملية تبادل الأسرى ستجري الإربعاء موسيقى كما كلف مجلس الوزراء بالحكومة في قرار له وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال اختطاف وزير التخطيط بالحكومة محمد القدار والاعتداء المسلح على مقر رئاسة الوزراء بطرابلوس يوم الاثنين منوها إلى أن المتهمة بذلك هو هيثم التجوري وطالب مجلس رئاسة الوزراء في قراره الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار في سياق متصيل قال مصدر من مكتب النائب العام فضل عدم الكشف عن هويته إن عملية اقتياد وزير التخطيط بحكومة الإنقاذ الوطني محمد القدار لم تكن بأمر من النائب العام نافيا كل الأخبار التي تتحدث عن ذلك وأوضح المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القدار لم يعرض على مكتب النائب العام حتى الآن الجدير بالذكر أن كتب الثوار ترابلوس أوضحت أنها لم تختطف وزير التخطيط بحكومة الإنقاذ مؤكدة أن الوزير سيعرض على مكتب النائب العام بسبب تهم فساد مالي وإداري وقد اتهم شقيق وزير التخطيط بحكومة الإنقاذ الوطنية عادل القدار كتبة الثوار ترابلوس باختطافه مؤكدا أن عائلة وزير التخطيط تتعرض للترهيب والتهديد واستنكر القدار ما وصفه بصمت حكومة الانقاذ عن هذه الحادثة وعدم قدرة الاجهزة الامنية رغم تقدمهم ببلاغ عن الحادثة من جهة اخرى قالت كتيبة ثور ترابلس انها لم تختط في القدار ولكنها تتحفظ عليه حسب وصفها واكدت الكتيبة ان الوزير سيعرض على مكتب النائب العام بسبب تهم فساد مالي واداري كترة الفساد وكترة الشكاوي من الناس ومن الموظفين طبعا هو لما يذكر في اسم كتيبة ثور ترابلس فيه موظفين يتشجع ويجيه يقول عندهم تحمو فيه وزير فازدن بالإضافة إلى أن عندما يثبت أنه قام بتجاوزات كبيرة هلبة وصلت لدرجة أن رئاس الوزراء ترسل فيه في تجاوزات مالية كبيرة وما يردش علىها نقش رئيس الوزراء ووزير الدفاع بحكومة الإنقاذ الوطني خليفة لغويل مع رئيس الاركان العام بالجيش الليبي ورؤساء الاركان النوعية ومدير الإدارات العسكرية الأوضاع الأمنية في ليبيا وأوضحت حكومة الإنقاذ أن الاجتماع بحث آلية تأمين الطريقة السحلي الممتد من بوابة 17 إلى غاية بوابة الصمود لردع من سمتهم بالعصابات الإجرامية من الخطف والسط على ممتلكات المواطنين وتترق الاجتماع أيضا إلى الوضع الأمني في مدينة سيرت ومتابعة آخر الاستعدادات الجارية لتحرير المدينة من بؤر الإرهاب على حد وصف حكومة الإنقاذ الوطني وقد تباينت أراء عدد من المواطنين بشأن الوضع الأمني الذي تعيشه العاصمة ترابلوس حيث قال بعض من تحدثت إليهم قناة ليبيا لكل الأحرار إن وضع العاصمة يعد أفضل من باقي المدن أمنيا فيما أكد أخرون استمرار الخرقات الأمنية فيها فيه شوية خرقات أمنية من ناحية السرقات ومن ناحية تحس أن الوضع قاعد مش مية مية لكن باقي ما معقول ما فيش رادع للمجرمين ونسبة الجريمة زايدة في ترابلوس العاصمة في جميع مدن الليبيا الحقيقة تلاحظ حتى النزوح الناس من المدن الثانية من جميع الأماكن تجد في ترابلوس فالمعدل منخفض شوية يعني تحس فيها أمان ونسى أطلع في الليل بحلات مفتوحة يعني أن نسى من الإخوة المسؤولين الموجودين دول المسؤولين علينا وعند بلاد أن يقضوا الاحتياطات الأمنية بكل شارع حسنا تو حاليا بالأمن والأمان وانتشار الجيش والشرطة في عدة أماكن إلى بنغازي حيث أكد مصدر من مجلس شورى ثوار المدينة مقتل شخصين تابعين لقوات حفتر في محور الهواري أمسا ثلاثة وأوضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الطيران التابع لقوات الكرامة قاصف محور سيدي فرج موضحا أن اشتباكات أخرى جرت بمحور الصابر الثلاثة هذا وأضف المصدر أن قوات الشورى متزال تحافظ على كامل تمركزاتها في محور وسط البلاد والصابرين في بنغازي أيضا أفد مصدر بمجلس شورى ثوار المدينة بأن قوات حفتر المتمركزة في منطقة جليانا قصفت وسط البلاد بقذائف الدبابات والهاون دون أي تقدم وأضف المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات حفتر المتمركزة في منطقة أرض زواوة استهدفت منطقة الصابر بقذائف الدبابات دون أن تصفر عن أي خسائر بشرية في قوات المجلس وأشار المصدر إلى أن قوات شورى ثوار بنغازي استهدفت الاثنين قوات حفتر في المحور الغربي للمدينة بالمدفعية الثقيلة بحسب المصدر قال رئيس واشون الإدارية بقسم النساء والولادة بمركز بنغازي الطبي حمد الديروجي أن القسم يعاني من نقص في الأدوية والمعدات والمستلزمة الطبية والأسرة وضف الديروجي أن القسم يستوعب ثمانين حالة ولادة بين قيصرية وطبيعية مشيرا إلى أن القسم يعاني نقص في الأطباء لنزوح بعضهم إلى مدن أخرى وخارج البلاد بسبب الأوضاع بالمدينة وأكد الديروجي ضرورة وجود السجل المدني داخل المركز لمتابعة الإجراءات وتعبئة النماذج محملا مسؤولية الأخطاء الطبية الشائعة بقسم النساء والولادة لأطقم التمرييث كونه هو المهتم بالجنين عند ولادته إلى حين تسليمه إلى الأم أكد رئيس المجلس العسكري والشفان عبد العال الشباني أتوصل إلى اتفاق لأطلاق جميع الأسرى المحتجزين في منطقة يزاوية وورشفانة وقال الشباني لقناة ليبيا لكل الأحرار إن عملية تبادل الأسرى ستجري الإربعاء مذحانا أنه سيتم ناقلهم من أماكن احتجازهم إلى منطقة محايدة وأضف رئيس المجلس العسكري أن الاتفاق تم برعاية أعيان من مناطق الأصابع والزنتان والرجبان لا في تاني لأنه سيقع استثناء الأشخاص الماثلين أمام القضاء من هذا الاتفاق ميدنيا قال رئيس المجلس العسكري وورشفان عبد العال الشباني إن اشتباكات خفيفة وقعت في المنطقة الجنوبية الغربية لمدينة وورشفانة مع بعض العناصر التابعة لمدينة أزاوية وأكد الشباني حرق ثلاثة منازل تعود لمواطنين في وورشفانة من قبل بعض العناصر التابعة لمدينة أزاوية مقللا من تأثير ذلك على مصاري التصالح بين المنطقتين وأكد رئيس المجلس العسكري وورشفانة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن ملف تبادل السجناء والمحتجزين بين المنطقتين يمضي نحو الحل من خلال التزامهم بما تم الاتفاق حوله في هذا الأمر لافتا إلى أن بعض الأعمال التخريبية لن تحبط جهود التهديئة بين وورشفانة والزاوية أكد الناطق باسم غرفة عملية المنطقة الغربية صبر اكشادة قيام قواتهم بمحاصرة منطقة وورشفانة من الناحيتين الشمالية والغربية وقال اكشادة لقناة ليبيا لكل الأحرار إن قواتهم بصدد العمل على محاصرة وورشفانة حتى يتم تسليم من سماهم بالجنات المتورتين في إسقاط الطائرة العمودية قبالة المايا ومن يقومون بالأعمال الخارج عن القانون في الطريق الساحلي وأكد الناطق باسم غرفة عمليات المنطقة الغربية وجود اشتباكات خفيفة لم تسفر عن أي أضرار بشرية من ناحية غرب وورشفانة مع عناصر ما يعرف أو تابع لما يعرف بجيش القبار أفاد عميد بلدية الخمس بشير الحنش بأن الاشتباكات المسلحة التي جارت فجرة ثلاثة أدت إلى سقوط قتلى وجرحة ووضح الحنش لقناة ليبيا لكل الأحرار أن مدينة الخمس شهدت الآن هدوءا كاملا بعد مساع حثيث للتهدئة في المدينة قادها عيان المنطقة وحكمائها وأشار الحنش إلى أعادة فتح طريق السحلي الرابط بين زليتن والخمس بعد اجتماع ضم المجلس البلدي والعسكري لمدينة مصراطة والخمس كما جرى الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة لحماية الطريق السحلي من جهتنا الثانية كدام الزرخاص من مدينة الخمس فضل عدم الكشف عن هويته مقتل ثلاثة أشخاص من جهاز مكافحة الجريمة والمجلس العسكري الخمس وشخص تابع لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الوسطى إثر الاشتباكات التي جرت الثلاثة وأوضح المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اجتماع آخر سيعقد اليوم الإربعاء بين المجلسين العسكري والبلدي مصراطة مع نظيرهما عن مدينة الخمس أو من مدينة الخمس وذلك للعمل على تهديئة الأوضع حذر رئيس اللجنة الأمنية سيرت إسماعيل عبدالعالي من تنامي أعداد المجندين المنتمين إلى ما يعرف بتنظيم الدولة التي قد تصل إلى الألاف بعد ثلاثة أشهر على حد قوله وأكد عبدالعالي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن التنظيم افتتح مركزا كبيرا لتدريب المجندين في منطقة السواواء القريبة من منطقة التويلة وباشرة في التدريبات منذ الأول من نوفمبر الجاري وضف عبدالعالي أن التنظيم يستقطب المهاجرين غير أنظاميين والعمال الوافدين على ليبيا الذين تركوا ميهنهم وانضموا لهذا التنظيم حسب تعبيره كما يسعى إلى تجنيد شباب السرط بالإكراه وهو ما دفع عددا كبيرا من العائلات إلى النزوح عن المدينة أكد مصدر إعلامي في مدينة درنان أحد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة سلم نفسه لمجلس شورى مجاهدي درنان وأوضح المصدر نفسه أن هذا التسليم جاء بعد إصدار مجلس شورى المجاهدين بيانا يؤكد فيه العفو عن من يسلم نفسه قبل القدرة عليه من عناصر تنظيم المتمركزين بحي الأربعمية ومنطقة الفتايح وبحسب بيان المجلس فإن من يسلم نفسه له الأمن وقد يطلق سراحه في عدم ثبت أو في حال ثبت عدم توروته في أي جرأم أو اعتداء وقال المحلل العسكري عبد العبد الكافي في نشرة سابقة إن ما يعرف بتنظيم الدولة لم يتوقف عن تجنيد العناصر سوى كانت محلية أو دولية وقيامه باستقطاب عناصر من المهاجرين غير النظاميين بمساعدة بقايا نظام السابق حسب تعبيره مشيرا إلى الطرق الكافيلة بمواجهة التنظيم لابد من تشفيذ منابع الإرهاب هذه الجزئية قطع خطوة الإمداد عن هذا التنظيم بالطرق والسبل المستحة لدينا الآن هناك خطوات فعالية على الأرض بمحاولة تتابع هذا التنظيم وصول إلى من يقدمون له الدعم للجزء لأننا نحن يوميا تتضح الصورة من دعائم ومن أركان الذين يقدمون التعم لهذا التنظيم هو خليفة حسب دنى منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا علي الزعتر استمرار اختطاف اثنين من الليبيين العاملين في المجال الإنساني والتابعين لبكالة إغاثة في جنوب ليبيا محذرا من تأثير تهديدات الموجهة للعاملين في مجال الإغاثة على قدرتهم لإيصال المساعدات الضرورية إلى المحتاجين في الجنوب وقال الزعتر في بياننا اصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن استمرار الاختطاف يقوض جهود توزيع المساعدات الإنسانية الضرورية على أكثر المجتمعات المحلية ضرورا في ليبيا مضحا أن أهالي الجنوب هم الذحايا الذين يدفعون الثمن باعتبارهم أكثر احتياجا للمساعدة وفق تعبيره يشاري لأن محمد الشعلالي ووليد سلهوب كان قد اختطف شهر يونيو الماضي بمنطقة الشويرف قالت لجنة شؤون السياسية في المؤتمر الوطني إن بقاء ليون في منصبه رغم الإجراءات الرسمية بتعيين المبعوث الأممي الجديد مارتين كوبلر أمر محبط للحوار الليبي وأكدت اللجنة في بيان لها أن استرار المبعوث الأممي على التوقيع على المسودة سيؤدي إلى انهيار كامل للحوار السياسي محملة في بيان لها أمين عام الأمم المتحدة بنكيمون المسؤولية الكاملة بشأن ذلك وأعربت اللجنة عن دهشتها من استمرار ليون في تلقي الدعم من بنكيمون بعد فشله في الوصول لمثاقنا توافقي يبدو أن استمرار المبعوث الأممي برنالدين ليون في إدارة الحوار الليبي لم يعد محط ترحيب داخل كل من المؤتمر الوطني ومجلس النواب لجنة الشؤون السياسية في المؤتمر الوطني قالت إن بقاء ليون في منصبه رغم تعيين المبعوث الأممي الجديد مارتين كوبلر أمر محبط للحوار مؤكدة في بيان لها أن إصرار المبعوث الأممي على التوقيع على المسودة سيؤدي إلى انهيار كامل للحوار السياسي إلى ذلك بدأ أعضاء عن المؤتمر الوطني ومجلس النواب في التشاور بشكل فردي قصد الدفع في اتجاه عقد اجتماع بين الطرفين يفضي إلى مخرجات ليبية الحوار الليبي الليبي ستكون مخرجات ليبية خالصة ضعيدة عن الوصاية المارت في المجتمع الدولي أمر أكده عضو المؤتمر الوطني منصول لحصادي الذي توقع عقد لقاء رسمي بين المؤتمر والبرلمان في الفترة المقبلة موضحا أن الطرفين مسؤولان أمام الشعب والتاريخ للأزمة الراهنة نحن الآن في ليبيا أو في المؤتمر الوطني أو في البرلمان شعرنا بأننا لابد من إيجاد حل لأننا نحن من سيسأل أمام الشعب الليبي وأمام التاريخ وأمام الأجيال القادمة ويبدو أن الحوار الليبي الليبي لا يقنع الأطراف الداخلية فقط ففي الخارج بادر وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى إعلان حرص بلاده على أن يكون الخروج من الأزمة الراهنة عبر عملية ليبية تؤدي إلى استقرار البلاد ووحدة أراضيها تصريح شكري جاء في اجتماع عقده مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني التي دعت الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤولياتها والإسراع في إيجاد حل للأزمة ومنح الليبيين الحق في العيش بسلام في بلد يمكن بناؤه حسب تعبيرها رأى نشطة سياسي صلاح البكوش في برنامج العشران هناك قلية داخل كل من المؤتمر الوطني ومجلس النواب تسعى لعرقلة التوافق السياسي وصفنا التركيز على الحوار الليبي لبي بأنه ذر للرماد في العيون لكونه سيؤخر أكثر الحل للأزمة في البلاد هذا التركيز على أن هناك اجتماعات وحوارات هو لذر الرماد في العيون وإعطاء انطباع وهم للمواطن الليبي بأن هذه الأقلية التي تعارض الوصول لأي اتفاق سياسي أن لديها حلا وفي الواقع ليس لديها أي حل القضية الليبية وصلت إلى مرحلة دقيقة وأصبح الوقت ينفذ والنافذة التي يمكن أن نخرج منها أصبح التضييق كل يوم ثمن مجلس حكم ليبيا لقاء الذي تم في ترابلس بين النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام وعدد من أعضاء مجلس النواب في سبيل التوافق نحو بناء الدولة وقال مجلس حكماء ليبيا في بيان الله إن مثل هذه اللقاءات تعكس توافقا وطنيا يدرك القائمون عليه مصلحة الوطن العليا بعيدا عن التجاذبات وهو ما من شأنه تمتين الثقة في الداخل بين مختلف الأطراف وأكد حكماء ليبيا أن لقاء ممثل المؤتمر الوطني ومجلس النواب يعتبر خطوة يمكن أن يعول عليها لتنتنتشى حوارا ليبيا ليبيا ليعتمد على الشرفاء من أبناء الوطن وعقلاءه ومخلصيه بحسب البيان دوليا دعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني خلال زيارتها إلى القاهرة جميع الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤولياتها والإسراع في إيجاد حل للأزمة الليبية وطالبت المجتمع الدولي بتوحيد قوته قبل توسع تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد لمنح الشعب الليبي الحق في العيش بسلام على حد تعبيرها ندعو جميع الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤولياتها والاستجابة إلى نداء الشعب واندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتوحيد قوته ضد تنظيم الدولة الإسلامية قبل أن يتوسع في البلاد لمنح الشعب الليبي الحق في العيش بسلام في بلد يمكن بنائه نشرتنا متواصلة وفيها بعض الفاصيل حلس المنشاة النفطية فرعي الوسطى يوقف تصدير النفط من ميناء أزويتين لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلوس في انتظار توسيني إلى مؤسسة بيضا حكومة الانقاذ تكلف وزارتي الدفاع والداخلية بالقبض على هيثمات جوري وإحالته على النيابة العامة بتهمة اختطاف وزير التختيت والاعتداء المسلح على مقر رئاسة الوزراء مجلس شورة ثوار بنغازي يعلن مقتل شخصين تابعين لقوات حفتر في محور الهواري وقوات الكرامة تقصف وسط البلاد ومنطقة الصابري بقضائف الدبابات والحاول رئيس المجلس العسكري والشفانة يعلن تواصل الاتفاق ليطلق جميع المحتجزين في منطقة يزاوية والشفانة ويواكد عملية تبابل الأسرى ستجري الإربعاء أكدت شركة لبريغا لتسويق النفط استقبال أول شحنة وقود قادمة من مستودع طرابلس النفطي إلى مستودع مطار طرابلس وتوزيعها عبر كل الخطوط بالمستودع وأوضحت الشركة على صفحتها رسمية أنه تم تأكد من سلامة صمامات والمرشحات وعددات قياس الضغط بعد تنظيف الخطوط النفطية من الشوائب وأثار اللحام والأتربة المتراكمة بها الجدير بذكر أن عملية ضخي الوقود إلى مستودع مطار طرابلس تعد هي الأولى منذ الاشتباكات التي جرت بالمطار العام الماضي قال ناطق باسم جهاز حرس المنشاة النفطية فرعي الوسطى إن رئيس الجهاز إبراهيم جاذران أمر بإيقاف تصدير النفط من ميناء الزويتينة لصالح مؤسسة النفط التي تتبع حكومة الإنقاذ الوطني حسب وصفه وأوضح الحاسي أن هذه الخطوة تأتي بعد أن استوفت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الأزمة ومجلس النواب كافة إجراءاتها القانونية والإدارية والمالية داخليا وخارجيا لتصدير النفط حسب قوله في سياق المتصيل قال رئيس المكتب السياسي لإقليم برغة إبراهيم الجذران إن جهاز حرس المنشآة النفطية فرعي الوسطى صدر النفط مرة واحدة في ناقلة النفط مورنينج جلوري التي كانت متجهة إلى اليونان لأن حكومة الأزمة لم تستجب لمطالب التحقيق في تصدير النفط منذ سنة 2011 وكذل جذران في حوار مع قناة أورو نيوز أن عددا من رجال الأعمال والمقاولين الذين تربطهم عقود عمل مع حرس المنشآة النفطية كانوا يمولون الجهاز في فترة الأزمة مع حكومة الثنين وقال إنه بعد الوصول إلى تسوية سياسية مع الحكومة تم تزديد المبالغ المالية التي دفعها رجال الأعمال وصرف مرتب عام كامل للعملين في الجهاز تمويلهم في السابق في فترة الأزمة كنا نمولهم من رجال الأعمال الذين لديهم عقود أو المقاولين الذين لديهم عقود مع حرس المنشآة النفطية وكنت أكفل سداد هذه العقود أو هذه القيم بشكل شخصي بتوقيع مستندات شخصية مع الإجراءات القانونية التي نقوم بها من الحرس بعدها من ضمن التسوية التي حصلت مع حكومة السيد عبدالله الثني هو تسديد هذه القيم التي دفعها هؤلاء المقاولين في تمويلنا في تلك الفترة الصابقة وإلى التذكير بأهم العنوين حكومة الإنقاذ تكلف وزارة يد دفاعي والداخلية بقابض على هيثم تاجوري وإحالتي على النيابة العامة بتهمة اختطاف وزيري التغتيت والاعتداء المسلح على مقر رئاسة الوزارة مجلس وشورى ثوار بغازي يعلن مقتل شخصين تبعين لقوات حكتر في محور الهواري وقوات كرامة دقش فوسط البلاد ومنطقة الصابر لحظائف الدبابات والها رئيس المجلس العسكري والشفانة يعلن تواصل الاتفاق ليطلاق جميع المحتجزين في منطقة يالزاوية والشفانة ويواكد أن عملية تبادل الأسرى ستجري الإربعاء خدم النشر في أمان الله